أهلا بكم إذن كشف رئيس هيئة العمليات في الجيش الوطني اللواء الركن ناصر الذيباني عن ملفات عسكرية تتصل بالأدوار المشبوهة التي سعت لتنفيذها الإمارات ضد الجيش الوطني والمحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية وقال لواء الذيباني في لقاء خاص أجرته معه يمن شباب وسيبث لاحقا إن القوات الإماراتية قصفت بالمدفعية كتيبة كاملة تابعة للجيش في يوم واحد بجبهة صرواح في حين استهدف طيرانه الحربي ضابطين في الجيش الوطني كان في موقع يبعد عشرين كيلو متر عن المواجهة وكشف الذيباني عن احتجاج قام به قائد قوات التحالف العربي في محافظة مأرب إبراهيم الحربي ضد تلك الهجمات التي استهدفت قوات الجيش الوطني والمواقع التي يتمركز فيها ومنها جبل صلب بجبهة نهم الانقلاب الذي حدث داخل عدن والسيطرة على معسكرات وحدات الحرس الحماية الرئاسية والألوية الشرعية انتقلوا على طول أبيل بعدها على طول دخلوا عتق وأدوا تعليمات يعني سأصدروا توجيهات باسم الانتقالي اندار الأخ محافظة شبه بالخروج من المحافظة خلال 12 الساعة كان التواصل مع الأخوة العسكر على أساس أنه نحن في خطر يعني احنا أمام تهديد من الأخوة الإماراتين بالخروج تحت مسمى الانتقالي اشتركوا في القناة